الفكرة نفسها يا أستاذ سمير يعني هو الدكتور سعدي يعلم أن فيه قطاع شعبي كبير ضدها والفكرة نفسها كافية طيب هنا ربط الفكرة بأنه عشان نوصل لحالة الاستقرار اللي عاوزها صندوق النقد الدول انت بتقول لا حتى لو نجوع لكن ما يبقاش فيه مصالحة مع الإخوان أو محاولات لفتح أبواب مصالحة لماذا؟ الأسلوب التهديد أو الترويع أو الرغبة في الوصول إلى هدف معين عن طريق صندوق نقد الدول مش هدينا فلوس عن طريق البلتاجي طلع وقال كذا أو هم قالوا كذا وكذا وكذا هذا الأسلوب من أرخص الأسليب لأن الشعب تغور تغور القرد بتاع الصندوق بس جاء جماعة الإخوان بتلجأ لهذه المسالية يا فانت أنا هكمل لحضرتك ولكن لازم نعرف أن الشعب ده طلع كله في 30 يونيو عشان الجماعة الإرهابية المتخبرة الخاسيسة تغور وتسيب الحكم وتمشي فأصبح النهاردة لما أنا أصطلح مع مجموعة من الإخوان وأنا مش مع كلمة من مع من لم تلوى سيده بالدماء اللي لم تلوى سيده بالدماء ده كان بيقبط وكان بيمون وكان بيحرد هو مش لازم يقف كده إيده بتنقى الدم لأ دول بيدفعه فلوسه بيتبرعه بيجنده انت شايفين الانتماء للجماعة في عملية توزيع أدوار يعني وبالتالي هنا مفيش أعضاء لم يمارسوا عنفا وأعضاء مارسوا عنفا كلهم مارسوا عنفا هم وستاتهم وأولادهم ولذا أنا بقول لا مصلحة مع هذه الجماعة الإرهابية لأن احنا كلنا طلعنا عشان يغوروا فأننا بعد ما خلص ذا كله بعد ما قاتلوا ولادنا وقاتلوا شبابنا وقاتلوا عديد من قواتنا طيب إذا تم أنت فرد عليك خطوات اقتصادية من قبل صندوق النقد الدول فمين قالك إنه ما يفردش عليك خطوات سياسية؟ كلها أنا موافق على أي إجراءات لا تمسي كرامة المواطن المصري ولا أن أوافق على أن يكون من ضمن شروط إن وجد هذا الشرط وأنا ما أعتقدش أنه هو موجود إن أنا الصالح مع الدفاع